تقدم جديد وغبار المعارك ما يزال يتصاعد في سماء محافظة حجة على الحدود السعودية مزارع النسيم والخضراء والمراني وقرى المطارية والحجاورة وعدد آخر من المناطق في مديريتي حرض وميدي خسرتها ميليشيا الحوثي في معركة كانت تفاصيلها لا تختلف كثيرا عن تفاصيل المعارك التي تشهدها البلاد مقاتلات التحالف شنت غارات مكثفة على مواقع وآليات ميليشيا الحوثي تمهيدا لتقدم قوات المنطقة العسكرية الخامسة بشكل متسارع انهارت دفاعات الميليشية وانقلب وضعها العسكري بعد أن عزلت مواقعها وتقطعت خطوط إمدادها بسيطرة قوات الجيش على الطريق الرئيسي الرابط بين ميدي وحرض شمال محافظة حجا التوظل في مناطق الحوثيين فتح شهية قوات المنطقة العسكرية الخامسة وأكدت قيادتها بأنها لن تكتفي بالمكاسب العسكرية التي تحققت مؤخرا بل إنها ستشن عمليات هجومية باستمرار للتقدم في المديريتين الآن نحن في مزارع نسي في وسط مزارع نسي ولله الحمد والشكر اليوم إن شاء الله سيتم تطهير أكبر منطقة بالله تعالى وقالت مصادر عسكرية إن العشرات من عناصر الميليشيا سقطوا قتلى وجرحة وإن العدد الأكبر منهم تساقط بالغارات التي كانت مباغتة ومركزة في المنطقة التي مثلت بؤرة للقتال ومعارك الكر والفر بين طرفي الصراع منذ أربعة أعوام تبدو قوات الجيش عاقدة العزم في الحفاظ على تقدمها العسكري بعد أن نصبت نقاطاً وحواجس عسكرية للحيلولة دون التفاف عناصر ميليشيا الحوثي